طبعاً احنا بنتكلم دلوقتي على مساوء لبعض المنتجات قد تكون طبيعية أو غير طبيعية وأنا عارفة أن حضرتك في فترة من الفترات كان لكي يعني نوع من أنواع الكفاح ضد الفحم على سبيل التحديد وضد استخدام الفحم أيها فيه الموضوع؟ الموضوع كان أنه بعد الثورة حضرتك عارفة سعر الغاز اتحرر ومصانع الاسمنت هم بالتحديد مصانع الاسمنت كانوا بيحصلوا عليه بسعر رمزي قبل الثورة وبتاع دي لما اتحرر قال لك لا كده قطاع التشييد والبناء هينهار احنا ما نقدرش على ده مع أنه كان احنا عارفين الأرباح اللي هم بيعملوها السنوات السابقة وهكذا عايزين مصدر وقود رخيص عشان اقدر نكمل وأرخص حاجة في الزمن ده كانت الفحم وكان فاضل سنتين والغاز واحنا عارفين كل الاكتشافات بتاعتنا جاية يعني هو كان مطلوب يصبره سنتين ما حصلش فقالوا لا يلا نستورد فحم طب يعني كوزارة بيئة هو مفروض الواحد ينظر لكل الجوانب طبعا الصناعة والاقتصاد وصحة الناس ومدى احتياج مصانع اللي سمنت للمادة دي بس فالصراحة ما اقتنعتش ان احنا ما نقدرش نعود سنتين كقطاع سمنت بالسعر ده له وكان فيه غاز بس السعر ما كنتش مقتنع ان انا كوزيرة لازم اوافق انه اعرض المصريين لكذا وكذا علشان فيه مصانع كنت متأكدة مش هتتوقف مش قادرة تدفع السعر ده فكان لازم وحضرتك كنت موجودة لما صوتنا على الموضوع في مجلس الوزارة دحية كنت ضد مع حضرتك يعني كنت معايا دحية احنا كنا اربعة بس الموافقين على ده الموافقين على عدم استخدام